بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الوقف والابتداء ما هو الوقف والابتداء؟ الوقف والابتداء هو طريقة الكلام إحنا بنتكلم في حياتنا كلام عادي الكلام بتاعنا بيبقى إما متصل يا منقطع يعني أنت بتحكي في موضوع الموضوع بتاعك مازال متصل فأنت بتوصل الكلمات ببعض عشان المستمع يبقى معاك مصح صح كده وفاهم اللي أنت بتقوله إما أنت خلصت اللي بتقوله بتبدأ تستقنف في موضوع جديد أو في قصة جديدة وده هو نفس اللي إحنا المفروض نعمله عندما نقرأ القرآن ما نجيش نقف في مواطن يفهم منها المستمع كلام غير المراد طب عشان أختصر هنظر هنظر بأمثلة أولا العلماء قساموا الوقف والابتداء في القرآن لأربعة أقسام ألق وقف تام وكافي وحسن وقبيل الوقف التام هو ما تم معناه وغير مرتبط بما بعده لا لفظا ولا معنى زي إيه؟ زي نهايات القصص قصة من قصص القرآن وانتهت أو خواتيم الصور أو بعض الفواصل في القرآن بتجد مثلا زي في صورة البقرة أو الخمس آيات بتتكلم عن أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى يقول أعوذ الله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تم المعنى ثم يقول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إبقى بدأ واستأنف في موضوع تاني مخالف للموضوع الأولان يبقى الموضوع الأول وهو صفات أهل الإيمان تم خلاص الموضوع انتهى طيب بالنسبة للوقف الكافي الوقف الكافي هو ما زال مرتبطا بالمعنى وليس اللفظ يعني إيه كلام ده؟ اللفظ مقصود بيه النحن يعني ما ينفعش يكون فيه مبتدأ وسيادتك ما جبتش الخبر بتاع تمام؟ وجاء إخوة يوسف ها؟ وبعدين كلنا مستنين ها؟ مازال مرتبط وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أيوة ده وقف كافي ورأس آية ولكن ما زالت الآيات التي تأتي من بعده مرتبطة بما قبلها إبقى ده اسم وقف كافي مازال لسه في مجال إن إحنا نسمع بقية الإيه؟ بقية القصة طيب زي إيه تاني؟ زي ولما بلغ أشده واستوى دي في القصص ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقف كافي ليه؟ اللي جاي بعديه إكمال قصة موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أيوة هو بيستأنف في قصة جديدة ولكنها ما زالت مرتبطة بالكلام على مين؟ على موسى عليه السلام يبقى الاسم وقف كافي طيب فيه وقف حسن إحنا قلنا تام وكافي وحسن الوقف الحسن هو الذي مازال مرتبطا لفظا ومعنا بما قبله أو بما بعده اللي هيجي بعديه مازال برضو الكلام متصل بما قبله ارتباط لفظي ومعنوي يعني ارتباط برضو في النحو أو في اللفظ النحو وارتباط في المعنى وده كثير جدا في القرآن يحصن الوقوف على بعض المواطن لأن بيتم بعض المعنى عند المستمع زي الوصف الجنة ووصف النار والقصص القرآني في مشاهد يوم القيامة ويعني ما أكثر من ذلك ده العلماء حتى يعني ريحونا وحطونا بعض العلامات في القرآن عشان الناس اللي هي طبعا ما عندهاش بقى دراية بالكلام ده كله قولك طبعا أنا هعرف الكلام ده إزاي العلماء جزاهم الله خيرا حطونا بعض العلامات اللي هي علامات الوقف علامات الوقف عبارة عن إيه عن قيلي انت بتلاقي علامة قيلي قاف لام يه هنا بيقول لك الوقف أولى الوقف أولى اللي دي بيه في وسط الآية رأس الآية احنا عارفين خلاص موضوعك لكن في وسط الآية ممكن يكون الكلام فعلا انتهى أو تم المعنى ولكن مازال إيه فيه إكمال للآية والعلماء هنا يقول لك إيه الوقف أولى وقفوا بعد كده إيه كمل بقية الآية فيحط لق قيلي تمام طيب لو لقيت صيلي قيلي عكس صيلي صيلي الوصل أولى الأفضل أنك توصل طب أنا لو وقفت في حاجة لا ما فيه مشكلة هو المكان ده محطوط كده الصيلي دي محطوط على الجزء ده من الآية عشان بيقول لك آه والله انت ممكن توقف هنا الوقف ده كويس وقف حسن ولكن الوصل أولى لأنه مرتبط بما بعده لفظا ومعنى وهتلاقي صيلي دي موجودة في القرآن كتير طيب لا حطيلي جيم أيوة علامة جيم دي معناها إيه علامة جواز مستوى الطرفين يعني انت يجوز لك توصل ويجوز توقف المعنى تم تمام بس هو فيه ارتباط معنوي بالإيه ما قبله وبيما بعده فيجوز توقف ويجوز إيه توصل يعني مستوى الطرفين ممكن توصل وممكن حضرتك توقف طيب لو حطيلي ميم الميم الصغيرة دي معناها بالله عليك ها هو قف لازم الوقف لازم الوقف زي القول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون أيوة والموتى يبعثهم الله ميم هنا بيقولك لازم توقف انت نعم هتوصل الكلام المعنى هيفهم خطأ هيوصل كده هتقول إيه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبقى الموتى كمان بيستجيبه لو انت ناديت عليهم هيرد عليك طبعا ده معنى خطأ إنما يستجيب الذين يسمعون أيوة والموتى يبعثهم الله ده معنى تاني خالص بكلم عن الموتى ان ربنا يبعثهم يوم القيامة وإن كان المعنى في الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما يستجيب الأحياء أحياء القلوب هم اللي يستجيبوا لك يا رسول الله أما موتى القلوب فلن يستجيبوا لك ولكن عند الوصل يفهم أو يستمع يفهم كنام خطأ طيب فاضل لنا الوقف القبيح وهو الذي تعوم به البلوة وفيه قراء كتير جدا بيقعوا فيه حتى وهم ما شاء الله عليهم يعني قراء بقى تعلموا التجويد ومخارج الحروف ولكنهم لا يعرفون شيئا عن الوقف والابتداء ولذلك تجدهم يقفوا وقفات يعني شنيعة وبقى مسجل مصحف ومعروف والناس كلها بتسمع له وهو شغال ما شاء الله عليه زي مسأل ما تسمع قول الله تعالى عزو الله من الشيطان الرجيم وبشر الذين أمانوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيه أجمل من كده ربنا جعلنا من أهل الجنة فهم تلاقيه وقول لك وبشر الذين أمانوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري ويقف على تجري كتير يا عم الشيخ وما فيش جنات بتجري المعنى كده أن الجنات هي اللي إيه بتجري وبشر الذين أمانوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري ما فيش جنات بتجري إن الذين أمانوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويقول لك إن الذين أمانوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري ويقف كده وياخد بالك ويزبط بقى للوقفة بتاعته في القراءة وبعدين يرجع يجيب من الأول أنت وقفته وقفة قبيح زي برضو في سورة يوسف لما يجي واحد يقول لك إيه قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله يا سلام تعرف يعني إيه كده اللي أنت وقفت عنده معناه إيه معناه أن سيدنا يوسف عليه السلام أكل المتاع إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله فهمت؟ يا شيخ كمل فأكله الذئب لش المعنى يتم قارئ برضو من القراءة المشاهير يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ويقف كده على يأكلون ويقولها بقى بالمقامات والطريقة اللي هي بتاعت القراءة دي ليأكلون يا سلام ما كلنا ابناء إيه المعنى اللي أنت جبته معنى سقيم لابد أن تكمل الآيات إن يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل زي برضو واحد يقرأ ويقولك إيه وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم أنت تقول لي يا شيء أن لهم قدم أنا عايز أفهم أنت إيه المعنى اللي أنت وصلته أن لهم قدم صدق عند ربهم بل الوقف هنا وقف قبيح لازم اللي بيقرأ بفهمه بيقرأ إيه عشان المعنى اللي هيوصل للمستمع كما يوصلوش معنى ناقص زي برضو من الوقفات القبيحة في سورة البقرة في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا المعنى كده إيه؟ تمام فيجي واحد يقول لك إيه؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته حملته ويقف على حملته وكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حمل الإصر وهو معنى باطل نسأل الله يعني العفو والمغفرة لنا أجمعين لابد أن أنت توصل للكلمات عشان ما تقفش على معنى خطأ زي في سورة النبأ برضو أم يجي واحد يقرأ يقول لك إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ويرغي يقول وما بينهما الرحمن يا شيخ أنت كده بتقول إن الرحمن بين السماء والأرض ده معنى باطل السماء الرحمن فوق الإيه؟ سبحانه وتعالى فوق السماوات فأنت لابد أن أنت تقف وقف صحيح وتبتدأ وابتداء صحيح يبقى إيه المعنى هنا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن هنا بدل من رب رب السماوات والأرض الرحمن فهمت؟ ما تقولش رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما ترجعش تاني بترجع ليه؟ أنت وقفت عند الرحمن كمل بقى ابتدأ بما بعده يبقى إيهما تجيب الآية من الأول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن قول لا يملكون منه خطابا تمام؟ أو ترجع تجيب الآية من الأول هيجي واحد يقول لي طب يا شيخ ما فيه ناس نفسها قصير القرآن كلماته يجوز فيك أنت لو بتسمع القراء المطقنين زي أمثال الشيخ الفصري رحمه الله والشيخ المنشاوي وعبد الباصت ومصطفى اسماعيل والبنة والناس المطقنين دول هتلاحظ أنهما بيقفوا فعلا بس بيقفوا على معنى صحيح ما يقفش على معنى سقيم وبعد كده بيرجع يجيب بالمعنى الكامل يعني لو فيه الكلام هو من كلام رب العزة سبحانه بيرجع يجيب من الأول الجزء المختص عشان بيقول لك أن ده ما زال الكلام مختص لرب العز أو كان الكلام من كلام الكافرين ودي أخطر حاجة أنه لابد أنه توصل كلام الكافر ببعضه ما يبقاش كلام الكافر توقف على جزء وبعد كده أنت تكمل بكلام الكافر زي ما أنا صليت ورا شيخ من الشيخ الحفظة المطقنين في الأحكام التجويد كان بيصلي بنا في رمضان في الترويح وبعد كده بيقرأ من سورة الكاف أعوذ بالله من الشيطرين صاحب الجنتين قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا الله أكبر ركع طب ماشي جيف الركع الثاني قرأ الفاتح أول ما ابتدأ ابتدأ بإيه أول ما ابتدأ قال وما أظن الساعة قائمة لا يجوز أنت ابتدأت بكلام الكافر كأنك بالضبط بتبتدأ بالكلام بتاع لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فتروح أنت السيادتك مبتدأ يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو تبتدأ يقول إن الله ثلاث وثلاث لا يصح لابد أن أنت تربط كلام الكافر ببعضه كلام الكفر تربطه ببعضه عشان ما يبقاش كلامك أنت ولا يصل للمستمع أن الكلام ده هو كلام الله سبحانه وتعالى وهكذا هو ده الوقف والابتداء نتعلمه إزاي نرتزم بعلامات الوقف وأنا قلت لكم علامات الوقف هتلاقيقي لي الوقف أولى صلي الوصل أولى جيم علامة مستوى جواز مستوى الطرفين أنت ممكن توصل وممكن توقف طب ميم لازم تقف لابد أن تقف إذا توقف وتكمل تبدأ مما بعده طب لو لقيت لم ألف في بعض المصاحب هتلاقي لم ألف معناها لا تقف ما توقفش في الحتة دي طب في علامة كده بتبقى عبارة عن ثلاث نقط وثلاث نقط ده اسمها المعانقة أو علامة التعانق أيوة هي دي علامة التعانق دي بتلاقيها في آية واحدة على كلمتين يعني على الكلمة دي على الكلمة دي بيقول لك إيه بقى بقول لك يا شيخ أو يا أيها القارئ أو يا أياتها القارئة يا إما توقف عند الكلمة دي يا إما توقف عند الكلمة دي ما يصحش أنك توقف عند الكلمتين أو ما يصحش أنك توقف عند الكلمتين زي القول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فإنها محرمة عليهم بص العلمة أربعين سنتين يتيمون في الأرض تمام فإما تقف على دي يتقف على دي إما تقول قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يبقى تقف على دي يتقف على دي وهتلاقي زيها في سورة فأول البقرة قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إي ما تووقف على دي أما تووق على دي وما توصلش الاثنين ببعض ما تقولش ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا يتوقف هنا يشوف العلماء جز home الله عنا كل الخير سهلوا لنا الموضوع وبسطوه خالص. ما يجيش بقى الحاجات اللي هي بقى المعلومات العامة اللي هي المفروض ان انت عارف ان الجملة دي ما تصحش بالمعنى ده. والصليقة العربية بقى يعني الحمد لله ان احنا عرب ولساننا عربي. فالمفروض انت فاهم الجملة دي ما تصحش انك توقف عليها ولا تصح ان انت تبتدأ بمنصوب زي ما بعض المشايخ يجي في الايات بتاع صورة الكهف. الكلام على ابليس. فسجدوا الا ابليس. فسجدوا الا ابليس كان من الجن. في اوم الشيخ بقى عايز يعني يتفنن يقول لك ايه? ابليس كان من الجن. يا شيخ ازاي بس انت بتعمل ايه? ده في استثناء الا ابليس كان من الجن. يعني ليه ليه الفزلكة دي ابليس كان من الجن? وزي المشايخ ده تعمد تعمد للابتداء القبيح. وده يعني يأثم القارئ عليه. زي برضو المشايخ اللي هم بقى الشداد قوي. اما بيجي تفزلك في القراءة وبيبقى ما شاء الله مسجل اللي هم صاحف والناس بتهلل وراهم. ويجي يقول لك ايه? يقول لك فجاءته احداهما تمشي على استحياء. المعنى كده صحيح وهو ده اللي في الآية. يقول لك فجاءته احداهما تمشي ويقف. بعد يقول لك ايه? على استحياء قالت. شيخ الحصر رحمه الله في كتاب الوقف والابتداء. يعني افرض الحتة دي كده مقالة. انت بتقول ايه? يعني ايه اللي هيستفيده المستمع من قول اللي عز وجل? فجاءته احداهما تمشي. يعني تمشي او راكبة. انت كده خليت لان ربنا بيقول لنا على خبر انها كانت جاية وماشية. مش جاية راجبة. لان ابتدأ بايه? على استحياء قالت. يا شيخ ما هو لو هي جاية ماشية على استحياء. لابد ان يكون كلامها على استحياء. لكن الفزلكة بقى. على استحياء قالت. وخلى الكلام الاول معناه ان ربنا بيقول لنا ان هي كانت جاية وماشية. ما كانتش جاية راجبة. ده يا صح. وكتير جدا كده في القرآن بعض الناس بيقف ويتفنن في وقفاته ابتداءات من القرآن. لا تصح. لو هو قصدها يأثن. لانه بيخالف معنى الآيات. فجاءته احدهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. كمل يا شيخ. وربنا ما فصلش. والقراء. احنا نستمع بقى. عشان الناس اللي هي عزة تتعلم. تستمع لقراء القرآن المتقنين. طول ما تسمع. طول ما تقرأ صح. المعاصرين بيتزحلقوا وبيقعوا وبيخطئوا. لانهم ما تعلموش الوقف والابتداء للأسف. الا من رحم ربك. فيا أخوانا استمعوا للقرآن من القراء المتقنين. هتستطيع ان انت تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتتذبر القرآن. ونسأل الله تعالى ان يغفر لنا ولهم. ولكل من تعلم القرآن ندعوه ان يتعلم الوقف والابتداء. عشان تبقى فاهم ماذا تقرأ وماذا تتلو على الناس. حتى يغفر الله سبحانه تعالى لنا. لان هذا كلامه. إذا اهتممنا بكلام الله. وقدسنا كلام الله. بارك الله سبحانه تعالى لنا في حياتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين وأن يصلح حوالهم وأن ينصر عباده المجاهدين في فلسطين وفي كل أرض من أراضي الله سبحانه تعالى ينصرهم على أعدائهم ويمكن لدينه في الأرض. ويدبر لهذه الأمة أمر عز يعز فيه أهل الطاعة ويهدي فيه أهل المعصية. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.